خاشعةً أبصارهم ذليلةٌ أبصارهم التي لم تذل ولم تخشع لخالقها وباريها في الدنيا تذلُّ يوم القيامة وتخشع كما قال تعالى أبصارها خاشعة أي ذليلةٌ ومهانة أما الذي تعبَّد الله وأذل نفسه له في دنياه وبكى من خشيته وعمل بطاعته فيُكرم يوم الوعيد يُكرم يوم القيامة قال تعالى خاشعةً أبصارهم ترهقهم ذلَّ تعلوا وجوههم ذلةٌ مهانةٌ وقد كانوا يُدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون فكانوا يتأبَّون على السجود وكانوا يرفضون السجود لله رب العالمين فيوم القيامة يُفضحوا ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قال تعالى خاشعةً أبصارهم قال تعالى خاشعةً أبصارهم دعني معه أنا أكفيك إياه فلغ من تهديدٍ شديد هو عيدٍ أكيد يتواعد الله به المُكذِّبين بالقرآن فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ترجمة نانسي قنقر